السلام عليكم متطبيعي قناتي ان شاء الله تكونوا بخير نعتقد كثير على هاد اخر نشكر كامل اللي سقساو عليا نحب نطمنكم اللي انا كنت بخير كانت عندي مسابقة اشتزتها ان شاء الله تدعيولي ربي نجحني فيها وكانت عندي عدة التزامات نعدكم انها تكون اخر مرة طولة لكم الغيبة ونروحوا اليوم لهاد الوصفة اللي ان شاء الله هتنالعجابكم اللي هي قنيد لا تسنسلي ان هذه الوصفة نحتاج الى 500 جرام من دقيق النعم والفرينة نحتاج الى 250 جرام من الزبدة الباردة 2 ملاق كبار سكر ناعم 2 ملاق كبار سكر عادي 2 ملاق كبار نشاء بيضتان وبشور الليمون نروح مباشرة لطريق التحضير هذا القنيد لا تنقوم بوضع 250 جرام من الزبدة الباردة نضيف عليها 2 ملاق كبار من السكر الناعم و2 ملاق كبار من السكر العادي ونضيف لها 2 بيض ونضيف عليهم بشور الليمون اذا انا هنا ما بشور الليمون اضفت اللي في العلب تع دكتر اوتكر انتوما الى توفر عندكم الفراش يحيكون احسن واحسن اذا انا راح ندمج كامل هاذ المكونات مع بعضها وراح نحاول نرجحهم كبوماد يعني لازم تجينا كبوماد نحن لاحظوا باللي وجدت معنا لابات لما يتغير لون الزبدة معانا يولي ما يلئ الى البياض اكثر من السفر يعني نكمل نختمها هيكا ومبعد بح نضيف لها الفارينة وانشا اذا انا راح نضيف حالكم لماذا اضفنا انشا في هال الوصفة اذا انا انشا اول حاجة راح يخلي لابات تعنا تجيها الشاو خفيفة ثاني حاجة لان اللابات او المول اللي يكون فيهم مسنن لان انا راني اضفت انشا اي مول عندكم او اي قاطو يكون عندكم في هال الوصفة وباش يجي الحبة تاكم تجين فين اياه ويجي هذاك الشكل المسنن باين وواضح اكثر لازم تعتاولو او اضفولو انشا لانه انشا هو اللي يخلي هذاك الشكل ما يفسدش راح يخليه باين فتجي الحبة تاكم راح تجي في الشكل اجمل اذا هذي فقط كنصيحة اما الان راني نضيف في 500 جرام من الدقيق الناعم والفارينة طبعا لان الفارينة تعيد ديما ننخلها قبل ما نبدأ يعني صنع اي قاطو لازم ننخلها قبل ومبعد نبدأ نخدم بيها هنا كذلك نحب ننوه لكم انه كثير من الاخوات يقولوا باللي الفارينة ما جاتش يعني نفس القيس هنا راجع الى البيض ممكن البيض بتاك يكون اكبر من اللي استخدمته وكذلك نوع تاع الزبدة كين نوع من الزبدة يتشرب كثير من الدقيق الناعم وكين نوع ما يشربش اذا هنانتية والخبرتاك تقدري تضيف ملعقتين الى ثلاثة مهيش راح تكون يعني فارق كبير حتى تحصل على الشكل او الابات اللي بغيناها هاي ليك الابات اللي تحصلنا عليها ما لازمش نعجنوها دايما لازم فقط تنلموها حتى تحصلوا على هذا الشكل انا راح نخليها ترتاح ونرجع نعطي لكم كيف هنخدموها اذا ان هنا درتها في البابي فيلم وخليتها ترتاح بعد ما ارتحت هذو هما ليمو اللي نحتاجهم شوفوا هذك شكل المسنن نحبوه يجيباين على هذي اللي اضفنا النشاء اذا انا لابات تعي هنا خليتها تحت مليح اي بات اللي هي نوع من انواع ليسابلي هنخليوها ترتاح لانه كل وين ترتاح كل وين يجينا لقاتوا تعالى مليح هنا فقط نحب نقول لكم ما لازمش تيبسوها بات تعكم بزاف ما لازمش تيبسوها باش هنا ما تعذبكمش في طريقة تعمار ليمول اذا انا هنا درت قويرة كما كنتوا تشوفوا وحطتها في وسط الملتاعي وخدمتها باصابعي بعد ما نخدم هذو كيف راح نفينيوها باش تعطينا شكل مليح شوفوا باستعمال اصابع ثنين تعنا الصغير واللي بحذاح راح نخدموها كل وين تفيني ولازم ديرولها هذك التاج على شكل الشمس لانه هذك هو اللي يضيفلها جامال انا نعمر كامل ليمول اللي بقى ولي ونروحوا باش نطيبوهم بعد ما عمرت ليمول شوفوا بهذه الطريقة الناس الفورتاعي هنا سخنتوا على درجات 180 راح ندخلهم يطيبو 25 دقيقة حتى يتحصلوا على لون ذهبي جميل شوفوا هنا اللي يمولتاعي بعد ما طابوا يجي ورائعين ما شاء الله شوفوهم حتى المذاق يجي رائع كثير بهذا الشكل هنخليهم يبردو وهنا عندي نسلي كرامل اذا انا نسلي كرامل ليشوفوها كيفاش جيت ابرق انا فقط رحيتها بالبرا واضفت لها اربع ملايق من الحليب ومكسيتها فقط ما اضفت لها ولا شي ابر الحليب ونمكسيوها بالبرا يعني بالخلات بتاعنا ارحيتها واضفت لها العلبة علبة واحدة اضفت لها اربع ملايق كبار من الحليب ونعمر لي مولتاعي بهذا الشكل ما نعم ما تعمروهاش بزاف باش تخليوا مكان يعني صغير للقناشتنا اللي راح نخدمها معاكم شوفو ديما نخلي يعني قيس لي القناش اذا نعمرهم كامل بهذا الطريقة كل واحدة تزليه اثنين ملايق كبار من صغار افو من القهوة هاهم ليك راح نخليهم على جانب ونروحو باش نحذروا مع بعضنا القناش اذا انا القناش هنا عندي شوكولات مقطعي لقطع صغيرة تكون ذات جودة عالية راح نحطها فوق حمام مائي حتى ذوب هذا الشكل هاو حمام مائي هنا الحمام المائي باش ينجحلكم لازم تخليوا الماء يغلي تماما تطفوا عليه وتحطوا شوكولاتاكم الذوب فقط في هذك الفابر هنا هاذ القناش انا راح نضيف يعني ذوب شوكولة وثم نضيف لها الكريمة الكريمة هنا اضفتها وهي باردة ما لازم تكون سخونة وراح نخلط حتى نتحصل على قناش رائع اذا فقط هنا القناش شوفوا كيفاش هننخلط فيه بحذر باش ما يدخلناش فيه هذوك فقاعات الهواء وراح يجينا ليس اكثر شوفوا ها هو كيفاش يجي كل وين تحركوها بدقة وما تكثروا لهاش من التحرك راح تجيكم هكا اذا انا هنا تقريبا استخدمت 100 قرام من الشوكولة وثمانين قرام من الكريمة نروحوا باش نعمرواهم اذا ملعقة واحدة فقط كونوا حذرين انا هنا فقط لتصوير كان الهاتف تاعي هو اللي مزعجني شوية راح نكمل نعمرهم ما لازمش تخرجوا بزاف وخليوا طبقة شوية يعني عالية خاصتنا اللي مش مولفين يخدموها راح نحركها شوية باش يستوي الشكل تاحها ونروحوا نكملوا لها بعد ما نعمرهم نحتاج الى انصاف الجوز انا الجوز تاعي خطرته انصاف وقمت بتحميصه مدة خمس دقائق فقط ونحتاج الى هاد الى بوش اذا انا درت فيها شوكولة ما اضفت لها ولا شي اذبتها فقط ودرتها في بوش وفي كيس حلواني لازم تديروله يعني الفتحة تاعي لازم تكون رقيقة شوفوا الشكل كل وين تكون رقيقة كل وين جيكم الشكل رائع بهذا الطريقة نكملهم كامل ندير لهم هاذ الزيجزاج اللي بحجب لها الشكل تاحها هيك فقط تقدر تديروه هيك وتختال يعني وتتخلص من الجوز هتكون اقتصادية اكثر واللي تحب بشكل هذا راح تضيف عليهم الجوز دائم ان الجوز نضيفوه والشوكولة تاعنا مازال ما بردتش يعني هذاك الخطوط اللي سوينا يازم ديما يتضاف الجوز باش تلصق معانا وما تخيئ يعني وما تفسدناش حنكمل كامل هاذ الحبيبات تاعنا نديكوريهم ونزينهم ونتلقوا في سحن تقديم اذا نشوفوا هاوليك القنيد اللي تاعنا تعني سلي ذوقها رائع اقتصادية وهائلة ان شاء الله يا ربي تجربوها وتنال اعجابكم اه نتمنى انكم تشتركوا بالقناة ما تنسوا اشتركوا على زر اعجاب ومازال في جعبتي الكثير الى اللقاء في وصفة اخرى